احنا اه هنسمي الدرداشة اللي احنا هنعملها دي شركاء النجاح طبعا احنا في الكلامنا في الحلقة اللي فاتت عن الاهتمام بسكن الموظفين واهتمام باكل الموظف الموظف الفنادق واهتمام بالترانسبورتاشن بتاعته وتوبيز بتاعه تعالوا بقى اديكم مثل ادي ايه الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي فعلا بتغير في البناء ادم النهاردة الطيار الطيار ما هترامل كل الطيارين ناس على دماغنا من فوق وناس كلها محترمة بس الطيار ايه التارجب بتاعه بسوق الطيارة بيوصل الركاب في امان في اقرب اه وقت اه ممكن طيب الطيار ده بقى يعني عايش فين سكنه فين بص اما بيجي ديكروه مثلا بينزل في اوتيل يختاروا له اوتيل باوتيل كويس كمان وفي اوضة نظيفة بالتالي يطلع الطيار ده لابس اللي نفورم بتاعه في منتهى الشياكة او الاناقة طبعا ده انعاكس على سلوكه ان هو المظهر الشخصي بتاعه بقى حاجة محترمة جدا لو النهاردة الموظف بتاع الفنادق لما ينزل الشغل بيونوفورم معلش فيه جربان وفيه مقطوع وفيه مش حتى ايبنت ماتش على جسمه طيب النهاردة ليه عشان هو السكن بتاع هنا عمل الاجواء دي وعمل الاجتماعيات دي وعمل السلوك ده فاذا للنهاردة لما نسكن الموظف بتاع الفندق عندي لهو المفروض ان هو هوتليير اسكنه في مكان يليط بيه احبيبه في الشغلانة تاني حاجة هو بينعاكس عليه ان هو بقى عنده لويل للمكان هو سكن في مكان كويس وبياكل في الكافيتيريا او مطعم الموظفين كويس وبيقبت كويس طبعا ده بينعاكس على تصرفاته المظهر العام بتاعه واداءه كمان البرفورمانس بتاعته واللياليتي ده كمان بيحافظ لك مع شوية التدريب بقى طب الطيارة عشان يسوقوا طيارة ويسوقوا فيه عملوا مع ايه دربوه على الارض ازاي يطير وازاي الطيارة وايه اللي بيحصل اندي تيلز عملي وبعد كده يطير فوق تاني ولما يتأكدوا ان هو فعلا بقى طيار يعني يقدر يسوق الطيارة كويس ويحافظ على عرواح الركاب بيخدوا اركب الطيارة وكده بقى الطيارة طب انا النهاردة انا عباعمل ايه دلوقتي في الناس اللي المفروض شركاء النجاح ودولة الاسيتس اللي المفروض نستثمر فيهم النهاردة انا لازم ادربو بجد لازم يتدرب بجد لازم يتعامل رول بلاي على كل حاجة وما دخلوش اتعامل غير ما يبقى بجد ده هنعكس على الشغل بتاعنا فالنهاردة انا بيسكن كويس وبيأكل كويس وبيتعامل كويس وبيركب اوتوبيس كويس هيدي انتاج وهيجي فيه النهاردة هو معلش نايم في اوضة من غير تكيل وجو حر فترة اللي فاتت دي جو حر جدا في الصيف اساسا مش عارف ينام طول الليل هيجي ازاي فريش وهيجي اطلب منه ازاي يبقى اسمايل واطلب منه ازاي يبقى عنده ويعمل ولكم للجسد عنده فالنهاردة هو مش نايم كفاية الراجل الهوثمان اللي بينظف عندي الاوضة هو قاعد اساسا في بيت او في مكان في اوضة يعني اه غير ادمية او مش كويسة ده قلت لك كتير على فكرة عندها السكن دوتو ده كلام حقيق فالنهاردة الراجل بتاع الهوثمان ده اللي عايش بقى في واحد برامس جارة في الارض وورقة في الارض والاوضة عنده فيها اربعة خمسة في الاوضة والدينيام لحوسها طب انا منتظر منه ايه يديني ليه للأوضة انا منتظر منه ايه وهو انا معايشه كده انما ده لو عايش بقى في ساكن زي بتاع الطيار ده هينزل في العناقة ويلبس ينفورم محترم وينزل للشغل مدرب كويس يقدر يدي فيه شغل يبقى النهاردة ده بيشارك في النجاح ولا لأ هو الترجة معايش بتاع الطيار ايه ان هو وصل الركاب في امان في عرب وقت ممكن وتوقعات الجسد او الركاب دولت من الطيار ايه ان هو يسافروا في امان ويوصلوا كويس طب احنا عندنا بقى الناس بتاعت الفنادق دي هي دورها ايه انا النهاردة الجسد ده متوقع مني ايه توقع مني السعادة ايوا السعادة النهاردة انت ما بتنسي الاجازة الجسد اللي جاي ينسي الاجازة ده هو جاي عشان ينبسط وجاي يقضي اجازة يقض دماغه من شغله من مسؤولياته فاحنا علينا ترجة كتير اوي ترجة بتاعنا ان احنا ازاي نوصل السعادة للناس دي طب انا لو انا مستعيد انا اوصلها ازاي ما فقد الشيء لا يعطيه انا نهاردة انا مش مستريح في سكني مش مستريح في اكلي مش مستريح في حياتي طب والنهاردة فيين دوري النقابة لازم في نقابة للسياحيين طب هي موجودة موجودة على الورق ما لهاش اي افادة في اي شيء حد يقول كده ايه ايه نقابة بتعمل ايه في نقابة المحاميين ونقابة الاقتصاديين ونقابة لكل مجال في نقابة طب ليه بقى احنا دلوقتي احنا ده احنا بنساهم فابتر من تلتين الدخل القومي فالنهاردة ايه فين دورنا طب احنا عايزين ايه هو الاساس الموظف لازم يعيش كويس عشان يدي انتاج كويس عشان يعمل ريبيتيشن كويس عشان حضرتك الاوكوبينس عندك يزيد عشان تقدر بعد كده ده يبقى عندك ريبنيو كويس والناس بتيجي ريبيتر فالنهاردة اهتمام بالموظف ده اسيتس النهاردة بيت فندق قصر من غير بنا ادمين ومن غير ناس مدربة والناس برضو مش بليل هزمع فالنهاردة انا بدعو النهاردة معانا ويرب كلنا نشارك عشان صوتنا يوصل ان احنا بنطالب كل اصحاب الفنادق او كل الشركات اللي هي ما عندهاش اهتمام بالموظف وبالسكن ياريت يهتموا احنا ما بنقولش حد بعينه ولكن في نسبة كبيرة في الفنادق في الغرداء وشرم الشيخ وسفاجة كل المدن السياحية عندنا فيها فيها لاك في الحتة بتاعت التعامل مع الموظف على انه درجة تانية مع انه هو شريك النجاح فاحنا كلنا شركاء النجاح فيا رب رسالتي توصل للناس المسؤولة ونشوف دور النقابة ايه ودور السياحيين ايه ودور البلد ايه بالنسبة للموظف اللي بشتغل في الفنادق او في مجال السياح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر